أهلا بك معنا دكتور عبدالله وشكرا على وجودك شكرا ميسا وأهلا بالمشاهدين ومشاهدات الكرام عم يدير هذا الأسبوع 4% ارتفع السوق وإذا كما تحدثت استثنينا جلسة أول من أمس اللي رأينا ارتفاعات وصلت بالسوق لمستوى 9700 نقطة خلال يمكن هذه الفترة كان كثير أمور أثرت على السوق باستثناء ارتفاع أسعار النفط أو انخفاضة كان لدينا نتائج الربع الأول دكتور ويمكن اليوم يصادف 90 يوم لتولي الملك سلمان لمنصبه وهناك العديد من الأمور التي تحقق ترتفع فيها السوق حدود 14% تقييمك ما في شك أنا أعتقد أنه الآن التقييم تقييم تاريخي تقييم بالحقائق والأرقام فلو نظرنا للسوق السعودي من خلال الأرقام سنجد كما تكرمتي من الناحية السياسية والجوز السياسي اليوم 90 يوم لتولي خادم الحرمين الشريفين وهي فترة قصيرة في عمر القيادات في الدول ولكن خادم الحرمين قام تعتز بها الأمة العربية والإسلامية فخلال هذه الفترة أنا أعتقد ما في شك أنه زي ما تكرمتي أن السوق حقك حوالي 14% حقك حوالي 1200 نقطة صعود في قرارات جدا مركزية ومفصلية حصلت على القطاع المالي واللدى فتح السوق وتحديد التاريخ لفتح السوق وهذا دافع جيد النتائج التي حصلت عوامل كثيرة الحقيقة تبدأ أو تدعم السوق بأن السوق ليس سوق اقتصاد ومال وبترول كما كان يتكلم عنه بل هو قوة لها قيمتها على مستوى العالم وعلى المنطقة نعم طيب فيما يخص فتح الباب للأجانب وتحديد هذا التاريخ لاحظنا بداية التحركات من قبل المستثمر الأجنبي وما أعلن عنه بنك أوف نيويورك ميلون بدأ يبحث عن فرص دكتور عبدالله عن الدخول وانتقاء أسهم بداية دراسة للأسهم السعودية هل هذه إشارة أيضا ربما يعطيها بنك أوف نيويورك بالنسبة لكل المستثمرين المحليين وحتى الأجنبيين ربما للدخول إلى السوق ما بشك ميسا والمشاهدين الكرام المستثمر وخاصة المستثمر المؤسساتي الأجنبي عندما يدخل إلى أي أسواق هو يدخل مستثمر بنظرة بأفق فإحنا لو أخذنا على سبيل المثال وقد لا يكون المقارنة صحيحة السوق الهندي عندما فتح للمستثمر الأجنبي طلع من 16 ألف إلى 30 ألف لقطة لماذا؟ أهم شيء هو ينظر إلى ما هي المكونات الرئيسية في هذا الاقتصاد أو في هذا السوق ما هي الإضافات التي تضيف إليها في الاقتصاد فلو نظرنا إلى الخالطة لتركيبة السوق السعودي سنجد فيه أهم قطاع هو قطاع البتروكيميا وهو مهم حتى بالنسبة لجبيعة الأسواق العالمية سنجد كذلك هنا قطاعات أخرى تعطي للمستثمر أن يستخدم التكنولوجيا التي هو رائد فيها وفي نفس الوقت تدديله عائد وفرص أكثر من أي سوق آخر بالإضافة كما أشرنا في عملية الجو سياسي وتولي خادم الحربين تعطي له دعم وارتياح نفسي من أن أي دولة يتجي إليها هي دولة قوية الأركان متماسكة في جميع أضلعها سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ما غير ذلك إلى أي مدى المستثمر الأجنبي برأيك اليوم تابع نتائج الربع الأول يعني يمكن محطة أولى لقراراته لدخول إلى السوق هو شوفي من يوم أعلاد هيئة سوق المال وتحديد وقت معين أصبح الآن من خلال اتصالاتنا ومن خلال ما نقرأ أن جميع المهتمين بالأسواق الناشية أصبح السوق السعودي هو الفوكسي هو في التابلست طبعاً الآن فعندما يبدأ في التابلست لديه مدة جيدة يفكر كيف يبدأ في هذا هو ليس عنده أعتقد عواهق لا في عملية الأموال التي تدخل ولا في عملية المستثمرين التي سيجيبهم للسوق السعودي كمؤسسات أو يعطيها أد فاليو لعملاءه لأنه في الآخر يخدم عملاء ولكن ينظر ما هي النقاط القوية التي يستطيع أن يحرك منها أنا من وجهة نظري أعتقد أنه سيدخل من خلال أو من خلال طريقتين معينة سيدخل من خلال عملية الشركات القوية الشركات ذات العوايد الشركات المؤثرة وسيدخل كذلك في الشركات التي لديها بوتينشن مستقبلي زي قطاع التأمين زي قطاع الاتصالات القطاعات التي ممكن يغيرها دخول الأجنبي بزيادة الشفافية بزيادة الإفساح برفع قدرة الإدارة والعاملين في هذه الشركات اليوم بعض القرارات نرى من هيئة سوق المال يمكن على سهم الكابلات أعادت قرار رفع الحضر عن التداول على السهم يوم الأحد سنبدأ التداول مجددا عليه الشركة يبدو بأنه رتبت أوضاعها دكتور إلى أي مدى عملية إعادة الهيكل للديون تعطي إشارة إيجابية على السهم أو بالنسبة للمستثمر بعض القلق خلال الفترة الماضية هو من نافلة القول دائما خاصة في السوق الذي الأفراد يسيطروا عليه كثير من الأفراد العاملين في الأسواق ينظر إلى عملية المؤشر ارتفاع المؤشر فبالتالي أي خبر بالنسبة للبروفيشنل المهني قد ينظر إليه ليس ذات تأثير جوالي لكن الذي تابع المؤشر ويشتغل بالدخول والخروج على المؤشر وخاصة عندما تغلب على السوق الأفراد إيقاف شركة، خروض شركة، نتائج شركة تجعل منه لديه نوع من القلق لكن لو نظرت إليها بناحية منطقية أنا أعتقد ما حصل للشركتين وقبل شركات أخرى هي عملية إجرائية بحدة لحماية السوق لأن مهمة هيئة السوق وشركة التداول أن تحمل متداول في السوق وإنها لن تعود إلا عندما تعيد زي ما تكرمت أو ضاعها أو تحسن منه لو نظرنا إلى الكابلات سنجد أنه كانت عندها عملية مشكلة في عملية الرافع المالي وهي التسهيلات من البنوك وبالتالي وهذه مرت فيها شركة المعجل ومرت فيها شركات أخرى بالنسبة للأحساء قد يكون عملية الريشو لبعض المؤشرات في بعض البنود عملية موبالي طبعا لازالت هي عملية محاسبية بحدة موبالي يمكن فيه أخبار كمان بأنه اللجنة المشكلة للتقيق بالقوائم المالية ستنتهي أو تعلن نتائجها الأسبوعين المقبلين نعم دكتور عبدالله وأيضا هذه إشارة يمكن بأنه عملية الإجراءات بتخليص القضايا بسوق أصبحت تتم بسرعة أكبر والسوق الآن كما تكرمتي أصبح تحت ضغط هو عنده تاريخ معين 15 جون سيفتح فأي شركة تتأخر معناها ستنتهي سيكون الإقبال عليها ضعيف وبالتالي المستثمر الأجنبي لن ينظر إليها فإذا لم ينظر إليها المستثمر الأجنبي أنا أنظر إليها حقيقة من زاوية الشركات أبوسهم من زاوية مجالس الإدارة من زاوية التبذيب في هذه الشركات يجبوا ينظرون أنه لديهم الآن ضغط عندهم فترة محددة سيدخل مستثمر قوي مستثمر مهني مستثمر حرفي إذا وجد أن هذه الشركات لديها أي ضعف أي بشاكل لديها التفتي لها هذا كذلك سينعكس على المستثمر المحلي حتى المضارب اللي كان مضارب لأنه سيجد أن هذه الشركة تهوى وعندما تهوى هذه الشركة سيفتعد عنها والمستثمر بطبيعة الحال سيتبعه المستثمر الأجنبي سيرأينا سيرصد قايد لاين تبعه المستثمر الأجنبي صحيح شكرا جزيلا لك دكتور عبدالله بعشر رئيس مجلس إدارة تيم ون للاستشارات على وجودك معنا اليوم في الاستوديو شكرا